الأخبار من الميدان والبداية بمحافظة صعدة حررت قوات الجيش الوطني مواقعا جديدة في مديرية كتاف وباقم شمالية المحافظة بعد معارك متواصلة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وقال قائد اللواء 102 قوات خاصة لعميد ياسر الحارثي إن قوات الجيش تخوض معاركا عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في مركز مديرية باقم تمكنت خلالها وبإسناد قوات التحالف من تحرير قرى المعيد والحماقي وتمكنت من تدمير مخازن أسلحة وأليات قتالية بذات المناطق وأكد العميد الحارثي مقتل وجرح عشرات العناصر الحوثية بينهم المشرف الثقافي بجبهة باقم ويكن أبو فايز وقائد الحجد في الجماعة المدعو أبو غلاب وقال إن قوات الجيش الوطني أصبحت تطوق مركز مديرية باقم من كل الاتجاهات وأن المعركة تسير وفق الخطة المرسومة لها وفي مديرية كتاف البقع تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير عدد من المواقع والقرى ومنها قرية الفرش والعشة وضف إن المعارك سفرت عن سقوط قتل وجرحة وأسر من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية فيما تمكن أبطال الجيش الوطني من استعادة كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة نهبتها الميليشيات من معسكرات الجيش بعد الإنقلاب ترجمة نانسي قنقر